بداية عايزة أقول لحضراتكم معلومة عن بداية صناعة التلفزيون في العالم كله ناس يمكن ما تعرفش أن التلفزيون بدأ عام 1884 وده لما اخترع الألماني بول نبكو أرسي ميكانيكي دوار بفتحات صغيرة يدخل منها الضوء توالد بعدها تجارب البث التلفزيوني في ألمانيا برضو بدأت سنة 1935 في بريطانيا مثلا بدأت سنة 36 في فرنسا بدأت عام 1939 وده كان من تحت بورج إيفل وكمان ده كان موعد بداية البث التلفزيوني الممتظم في روسيا وتحديدا في موسكو ده كان عام 1939 ويعني بيعتبر بداية البث التلفزيوني اللي هو الروسي ده اللي هو من موسكو اعتبروا أن ده بداية البث الرسمي بقى للتلفزيون أما في جمهورية مصر العربية الحبيبة بدأ الإرسال التلفزيوني يوم 21 يوليو عام 1960 وستين الساعة سبعة مساء ونقدر نقول بكل أريحية أنه منذ هذا التاريخ يعني من 62 سنة أصبح التلفزيون فرد من أفراد العائلة في مصر بالمناسبة عايزة نبه حضراتكم أن احنا كنا قدمنا حلقة سابقة قدمناها لحضراتكم في حكا أنه عن مخاطر الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية بالنسبة للأطفال والحقيقة بدأوا حضراتكم أنكم تشوفوها الحقيقة الحلقة دي عملت مشاهدات بالملايين يعني ممكن على صفحة البرنامج هننزل اللينك الخاص بهذه الحلقة علشان تتفرجوا على هذه الحلقة والسبب في كده أن تقال كلام كتير عن الأجهزة الإلكترونية وفي سادة كتير من اللي تكلموا قالوا أن أهم حاجة عند الأطفال دلوقتي الموبايل والتابلت والحاجات دي كلها فعشان كده أنا بدعوكم أنكم تتفرجوا على هذه الحلقة من يحكي أنها هي حلقة سابقة وأعتقد أنكم هتستفيدوا منها جدا وبكرر أن احنا هننزل اللينك الخاص بهذه الحلقة على صفحتنا في الفيسبوك على صفحة يحكي أن طيب بدأ زي بدأ إحنا عايزين أقول أن خلايا تمييز الألوان في الشبكية عند العين بتبدأ العمل من بعد نهاية الشهر الثالث إيه قيمة هذه المعلومة؟ قيمة هذه المعلومة أنه من الشهر الثالث يعني من الشهر الثالث أما يخلص من الشهر الرابع بيبتدي الطفل يكون عنده شغف لمتابعة الألوان وخاصة الألوان بتحرك بسرعة فبالتالي لما نشوف طفل بيتفرج ساعتها على التلفزيون أو بيشوف انتبه للتلفزيون لما التلفزيون اشتغل دي مش دلالة أنه هو اهتم بالتلفزيون أو اهتم بالمحتوى هو كل اللي حصل أنه عنده خلايا بتاعت تمييز الألوان ابتدت تشتغل فهو ابتدى لقاها فرصة أنه يتابع شيء متعدد فيه ألوان وفيه حركة سريعة بغض النظر أنه هو مش متابع خالص لنوع المحتوى اللي بيتقدم خلال العام الأول لا توجد يعني مشاهدة للتلفزيون عند الأطفال بمعناها التقليدي يعني لما بنبقى معاديين طفل مثلا في عربية وفي البيت أو معاديينه شايلينه كده وتلفزيون شغال والطفل بيتفرج على التلفزيون دي مش مشاهدة تلفزيون دي بتدخل في نطاق زي ما قلت متابعة الأشياء المتحركة يعني حتى لو مثلا حضرتك معادي في البيت لو حضرتك بابا شايل الطفل يعني الأب هو اللي شايل الطفل وحضرتك ماشية في البيت تعملي حاجة ولا بتاع الطفل بيتابع الموفينج أوبجيكتز أو يعني الأشياء المتحركة فهو التلفزيون هنا بيعامل معاملة الأشياء المتحركة تمام؟ فبالتالي برضو عشان برضو الناس اللي بيبقوا مثلا قاعدين والتلفزيون شغال ويقولوا ده الطفل كده هيتفرج على التلفزيون من هو صغير لا هو بالنسبة له التلفزيون هو لسه مش التلفزيون دي حاجة فيها حاجات بتتحرك أول سؤال تقال في التقرير هو إمتى العمر المناسب أن الطفل يشاهد التلفزيون والحقيقة أن أجوبة بعض الأسئلة فيها صادمة شوي لأنه إجابة أن إمتى الطفل يشاهد التلفزيون الإجابة المثالية الطبية أنه بعد نهاية السنة التانية وأنا شايف أن دي معلومة صادمة لبعض الأمهات الحقيقة اللي هم بيحطوا أطفالهم أمام أجهزة التلفزيون عشان الأطفال دي تتشغل يعني لإلهاء الأطفال ده مش صح لازم بعد السنة التانية يبتدي الطفل أنه هو يشوف التلفزيون